ترجمة نانسي قنقر مشيرة معاليها إلى الدور الرئيسي والبارز للمجلس الأعلى للمرأة وإسهاماته الرفيعة في ظل توجيهات واهتمام سمو قرينة عاهل البلاد المفدة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة عبر الخطط والاستراتيجيات والمشاريع وشراكة الفاعلة مع كافة مؤسسات الدولة جاء ذلك خلال لقاء معالي رئيسة مجلس النواب في العاصمة الفاكستانية إسلام باد مع سعادة السيدة منازل حسن أمين عام التجمع البرلماني النسائي عضو الجمعية الوطنية الباكستانية بمناسبة زيارة معالي رئيسة مجلس النواب إلى جمهورية باكستان الإسلامية مع الوفد النيابي واستعرضت رئيسة مجلس النواب مسار التطور المتنامي والتقدم المطرد الذي تشهده المرأة البحرينية في ميادين العمل المختلفة وشيرة إلى أن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى أعطى المكانة رفيعة للمرأة واجعلها شركة أساسية في مسيرة البناء والتطوير من جانبها أعربت أمين عام التجمع البرلماني النسائي الباكستاني عن تقديرها وأعجابها بالمسيرة الناجحة لتقدم المرأة البحرينية وشيرة إلى تطلعها لتعزيز علاقات التعاون المثمر مع مجلس النواب والمجلس الأعلى للمرأة بمملكة البحرين